يوم الجمعة يوم مهم جداً هيبتدي بمباراة الاهلي امام سنبا التنزاني في الدول الافريقي وايضاً عندنا مباراة مهمة جداً في كرة السلة الاهلي امام الزمالك في البحرين في كأس السوبر المصري وعايز اقف عند عايز اقف عند السوبر المحلي في كرة السلة وعايز اقف عند فريق السلة فريق السلة من الفرق وما زلت بقولها من الفرق الممتعة عندنا في النادي الاهلي من الفرق اللي بتحظى بمتابعة كبيرة جدا من كل جماهير النادي الاهلي وهم اللي فرضوا علينا ان احنا نتابعهم ان احنا نشجعهم ان احنا نحفظ اسماء كل اللعبة الموجودة اللي عملوه السنتين اللي فاتوا كان كبير جدا بعد ما كان فيه تراجع كبير بالنسبة للنادي الاهلي في قطاع او فريق السلة بدأ دلوقتي فيه متابعة كبيرة من مدير فني محترم مدير فني كبير وايضا لعبين كبار السنة اللي فاتت ماشاء الله خمس بطولات السنة اللي قبلها نفس الكلام بدأ النادي الاهلي يضحط في الفرق الكبيرة في فريق السلة ولو اتكلمنا عن تلتين تاريخ النادي الاهلي في السلة اتعامل في السنتين اللي فاتوا واللي قدر يعملوا هذا الجيل علشان كده انا بقول المقدمة دي عن فريق السلة ليه النهاردة فيه عتاب ولوم من جماهير النادي الاهلي ليهم النهاردة في كأس العالم الاندية كنا ممكن نروح لمداليا برونزية في كأس العالم للاندية لكرة السلة هل لعبت السلة قادرة على تحقيق المركز ده كانوا اه وكان في المستطاع وكان في ايديهم لكن كان فيه شوية تأثير نروح للمباراة السابقة في بطولة العربية اشدنا بيهم بعد الفوز على الاتحاد السكندري والتحاد السكندري فريق من الفرق الكبيرة جدا في السلة قدرت تتفوز عليه بعد كده روحنا للفريق المغربي جامعة سلة المغربية والنهاردة خسرنا وكان فيه تراجع في المستوى علشان كده كان فيه لوم وزعل من جماهير النادي الاهلي ده الاجتماع اللي عقده الكابتن محمود الخطيب مع جسد المدير الفني بعد رجوعه من البطولة العربية عشان يبدأ يشوف ايه الموضوع النقاط يبدأ تالي نصلح المصار بتاع فالي السلة وتصريح المصار هيبدأ ان شاء الله من يوم الجمعة القادم في موراه مهمة جدا اتمنى من الجهاز الفني واللعبين تركيز شديد جدا انت النهاردة هتلاعب فريق كبير الزمالك من الانديها الكبيرة ايضا بطولة خاصة الاهلي والزمالك كان ليك الغلبة السنين اللي فاتت لكن دايما الفوز والغلبة بتيجي في الملعب بالتركيز بالجهد ان انا مركز مع كل كورة عشان كده بيجي التوفيق اتمنى ان شاء الله تصحيح المصار مرة تانية يقدروا لعيبة السلة وانا بقول الكلام ده واحنا عارفين ان هما قادرين عليه لو هما مش قادرين مش هنتكلم ولا هنقول لا لعيبة السلة لعيبة رجالة لعيبة فيهم كلهم بيقدروا يتحملوا المسئولية وعندهم خبرات كبيرة نظرا للمشاركات الدولية الكبيرة علشان كده بنتمنى له ان شاء الله كل التوفيق خلال الفترة القادمة ويوم الجمعة القادمة هنروح لفاصل وبعد الفاصل منتخب مصر موليد الفين وخمسة واول تجمع ليه هنتكلم فيه باستفادة ولكن بعد الفاصل